ففتحنا الكتاب قال لا أغلق الكتاب اليوم درس قال أغلق الكتاب عندنا موضوع الموضوع كله يا أخوان الدرس كله يا أخوان من أوله إلى آخره ثناء ومدح من شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد يمدح ويثني على الإمام والشيخ الألباني أنا ما بقول شيخ وتلميذ لكنه ما قرنا كلاهما كان يدرس في الجامعة كلاهما كان يدرس في كلية الشريعة في الجامعة الإسلامية بل كان الشيخ عبد المحسن العباد هو المدير وصار يثني على الشيخ ويحثنا جميعا أنه عندكم شهر من الزمان فرصة جاءكم الشيخ إلى المدينة لازموه وتابعوه من حلقة إلى حلقة ودرس إلى درس ما دام في هذه المدينة ثم قال وهذه شهادة والشيخ ما زال حيا موجودا قال الألباني في زماننا مثل أحمد في زمانه لا إله إلا الله شوف التواضع مع أن اللي يعرف الشيخ واللي عاصر الشيخ وعاش مع الشيخ عشنا معه سنوات طويلة يا أخوان ولازمناه سنوات طويلة والله ما رأينا مثله في الزرس في الورع في التقوى في الديانة في العلم في التواضع يقول الألباني في زماننا قال أستطيع أن أقول أنه مثل أحمد في زمانه فكما قيل في أحمد أقول الآن إذا رأيتم الرجل يتكلم في الألباني فإنه متهم في دينه قال بل وأستطيع أن أقول أنه ليس من أهل السنة وليس من السلفية في شيء هذه كلمة الشيخ الشيخنا الشيخ عبد المحسن في الألباني وسمعنا قبل قليل كلمة من من يقول أنا لا يباريني أحد في حب الألباني ماذا قال عن الألباني رحمة الله على الألباني وأذكر أيضا وأذكر وهذا من حقهم علي والله شيخنا الشيخ حماد بن محمد الأنصار رحمة الله عليه رحمة واسعة وكان الشيخ يعني كنت كثيرا ما أصحبه أنا لأنني سكنت عند بيته ولازمته فكنت أذهب معه إلى الجامعة أيام يعني أيام دوامه في الجامعة وأعود معه يعني عندي سيارة فهذا شرف عظيم أني نأخذ الشيخ ونرجع الشيخ فركب الشيخ فقال سمعت أن الألبانية قد جاء إلى المدينة قلت نعم شيخنا قلت قبل الليلتين وصل وقلت له كنا أمس في الليل معه في بيت فلان قال يا شيخ أين هو الآن قلت الآن هو في المكتبة على موعده ووضع البرنامج أنه الآن ساعة العاشرة في الضحاء يكون في مكتبة الجامعة قالنا أنت متأكد قلت أنا متأكد لأننا نعرف برنامج الشيخ وكنا نلازم الشيخ إذا جاء مو يا أخوان مو إحنا كنا نلازم الشيخ اللي حملنا على ملازمة الشيخ ما نأتي والله إلى مجلس من مجالس الشيخ الألباني إلا نرى مشايخنا الكبار جلسي الشيخ عمر بن محمد بن فلاتة رحمة الله عليه هذا من أكبر المشايخ في المدينة مات رحمه الله وهو تلميذ الشيخ الكبير عبد الرحمن الإفريقي إمام مشايخ السلفيين في المدينة عبد المحسن العباد جالس في حلقة الشيخ ربيع بن هادي جالس في حلقة الشيخ الشيخ عمر كل مشايخنا جلسين في حلقة الشيخ والشيخ يدرس ويتكلم ويفتن فكنا نحرص على مجالسه مجلسا بعد مجلس الشاهد نرجع لكلام الشيخ والإمام والمحدث حمد بن محمد الأنصاري رحمة الله عليه قال أنت متأكد قل بتاعه وكان دائما يقول هكذا أنت متأكد دلت يدعم الله يا شيخنا أنا متأكد هكذا الوعد حمس في الليل قال الساعة هذه في النهار اليوم سيكون في المكتبة في الجامعة الإسلامية قال خذني إليه الله وكرا لك طبعا لنا نفرح كثير يلتقي شيخك بشيخك وشيخ يعظم شيخ فعلى طول رحنا إلى المكتبة ونزلنا ودخلنا وإذا الشيخ فعلا في قسم المخطوطات كانوا يخصصوا له غرفة يستريح فيها وكل ما يريد من المخطوطات يأتونه به إليها فدخلنا على الشيخ وسلم على الشيخ وتعارق طويلا طبعا موعد الدرس كان قريبا جدا وسلم بتواضع كلهم كلاهما ثم خرجنا إلى الدرس وبعد الدرس قال تعرف يا شيخ هكذا تعرف قال هذا الرجل هذا الإمام الذي سلمنا عليه اليوم لا يحبه أحد إلا نفرا يسيرا جدا قال كل أهل الإسلام لا يحبونه تعرف لماذا؟ تعرف لماذا؟ قلت له يا شيخ نتفظ قال لأن عامة المسلمين الثلاث والسبعين فرقة عامتهم اليوم على طريقين إما متعصبة في المذاهب الأربعة متعصب على أحد المذاهب الأربعة وإما متعصب على مذهب بدعي في الاعتقاد إن سلم من الأشعرية والاعتزال والتصوف وغيره في باب الاعتقاد وقع في التعصب إما للحنفية أو للشافعية أو للمالكية قال عامة المسلمين هذا قال وهذا الإمام صلطه الله تبارك وتعالى على الفريقين ما ترك بدعة ما ترك بدعة إلا وفندها وبين فسادها وأهلها وما ترك أيضا متعصبة المذاهب إلا وبين فسادهم وبعدهم عن الأئمة الأعلى قال لذلك يكرهونه لا يحبه إلا قليل أنت تحبه قلت والله شخرانا نحبه قال علي كبيري علي كبيري قال والله ما ترك أحدا قال لأنه عامة أهل الإسلام على الصنفي وهذه حقيقة يا أخوات اليوم زاد عندنا صنف ثالث تعرفونه ها اليوم عندنا إذا ما هو متعصب في المذاهب العقدية وما هو متعصب في المذاهب الفقهية ها صاحب خيطي بيطي كله عند العرب صابوه يعني الأولين كانوا على مذهب الواحد يعني لما تجي تناقشه تحضر وتجهز نفسك في وين في باب الواحد من أبواب الدين تقرأ الأشعرية وتروح لأنه هذا أشعري بس اليوم عندنا صنف ثالث أشعري معتزلي صوفي رافضي حنفي حنبلي مالك كل بتاع كله تجميع وسياسة وعندهم كل الناس على على خير هؤلاء كيف تعالجهم الأشعري تعالجه بايش ها بمعرفة فساد الأشعرية الصوفي تعالجه بايش بمعرفة فساد التصوف هؤلاء كيف تعالجهم كل ما تجيه من باب يجيك من باب باب آخر مثل الجربوع تعرفون الجربوع أو الضب يعني يفتح أربعين جحر وبيته واحد لكن أربعين طريق من الجحر إلى إلى الخارج نعم طولنا عنه كيف تعالجه خاربا لهم إن اشعر كيف تعالج هؤلاء الكريم مذكرة كيف تتجوون فساده وعنده وعنده عمام يحمق هؤلاء 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 هذه television الأشياء من تهمية لذلكية